الشباب العربي مشاهدين لديه طاقة لا تنضب فعلاً ونحن هنا في صباح الإيمان ندعب دائماً لإبداع الشبابي بتسليط الضوء عليه معنا اليوم في الستوديو طالب لديه عدد من الإنجازات في مجال الاختراعات العلمية نرحب بالمهندس معاد كيف هو وهو لازال على مقاعد الدراسة في السنة الرابعة في هندسة الميكانيك سعد صباحك مهندس معاد أهلاً فيك يا هلا دائماً نحن فخورين بالشباب العربي المنجز وإنجازات العلمية بالتحديداً يعني جميل ونفخر به دوماً نبدأ بإختراعك يعني إليك إختراع وتنبيع براءة الإختراع كما خبرتني تحكي لنا عن هذا الإختراع نعم بداية أشكر القائمين على هذا العمل بالنسبة للإختراعات اللي قمت فيها أنا في عندي أكتر من إختراع فبدأت بإختراع سجادة الصلاة وهو عبارة عن سجادة تحسن نحسب عدد ركعات الصلاة صليتها ولكن للأسف كان هذا الإختراع موجود وهو كان الشعلي البدائية لبلشت في رحلة الإختراعات تحت لك أوفاق ربما نعم ومن بعد ذلك قمت باختراع السلة الذكية عندما كنت طالباً في جامعة إيرجيس بمدينة قيسري كنت طالباً في السنة الأولى ما زلت في السنة الأولى في جامعة إيرجيس وكنت أصغر مشترك في المعرض للتكنولوجيا الذي أسسته وأشرفت عليه جامعة إيرجيس واستطعت من خلالها أن بيع كيف لنا تفاصيل هذه السلة هي السلة ذكية؟ هي عبارة عن سلة مثل ما نشوفها نحن بالمراكز التجارية طبعاً عند البعض نواجه مشكلة لما نذهب للمراكز التجارية بشكل عام وبكل مكان موجود هذه المشكلة هي مشكلة الإنتظار على الدور أنك توقف بدور أو طابور مؤلف من عشرات الأشخاص أو من عدد كبير من الأشخاص عند المحاسبة تقصد؟ نعم عند دفع المصاري عند دفع الفلوس أنا استغلت هذه الفرصة وأتتني الفرصة عندما كنت في المركز التجاري نفسه فقررت أن أخذ هذه السلة وأطور عليها فقمت بإضافة فكرة الدفع عن طريق هذه السلة وعن طريق هذه السلة استطعت أنه لا أقف بهذا الدور واكتسبت من مجد من الوقت جميل يعني أنت وضعت نظام على سلة الشراء الموجودة دائماً نتسوق فيها لكن بدل ما نوقف على المحاسبة وننتظر فعلاً يعني ليجي دورنا وضعت أدفع عن طريق هذه السلة هل ربطتها بالبنك مثلاً ببطاقة الفيزا؟ نعم هو عن طريق استخدام ماكينة البوس عن طريق الدفع عن طريق الكرت فيزا كارد ماستر كارد وهي اللي بتحنا أنه ندفع بمبلغ ممكن أنه نقدر من خلاله نشتري الإغراض بسرعة كبيرة ما نوقف على الدور جميل هذا الاختراح يسهل حياتي كثير ناس لكن ما تم تطبيقه على عرض الواقع خبرتني كنت سنة أولى نعم بعت هذا الاختراح نعم أنا قمت بتصميمه وعرضته بهذا المعرض ومن خلال هذا المعرض تم بيعه هذا الاختراح ومن ثم انتقلت إلى الاختراح آخر وهو تطوير على نظارة أو نظارة الذكية حدثنا عنها نظارة الواقع الافتراضي هي مثل ما معروفة عند البعض هي نظارة مشرفة عليها شركة مايكروسوفت تستخدم في مجال الترفيه في مجال التسلية وأنا من خلال معاناتي في الجامعة عندما كنت أدرس في الجامعة أرى كلام نظري ولا أرى الفائدة من هذا الكلام المكتوب على اللوح من اللغة العامية ومن خلال هذه النظارة استطعت أن أدمج هذا الكتاب بهذه النظارة بطريقة ثلاثية الأبعاد بطريقة تفاعلية تسهل للطالب حفظ المعلومة بشكل مسلي بنفس الوقت وبشكل أنه ما ينتسى هل برمجت مثلا فقط مواد الهندسة التي هي اختصاصك نعم حوالت تدمج بدأت أنا عندما كنت عم بدرس يعني فواجات كثير من الشكلة بخلال قراءتي للكتاب مؤلف من 400 صفحة وكان عندي تاني يوم فحص فكثير كان عندي انزعاج يعني بسبب هذا الحال اللي كنت فيه أنا فضغري طلقت على الانترنت شفت شوفت اكتونوجيا ممكن استفاد منها وكانت عن جد يعني خطوة نوعية حسنت حصل عليها جميل يعني انت فعلا يعني شيء رائع معاد انه من حاجتك للشيء أدى للتفكير للبحث لاختراع وليس فقط الوقوف عند هذه العقبة والتحدث عن العقبات اللي بتواجهنا للأسف يعني عديد من من الشباب ومن المجتمع الموجودين انهم فقط يذكروا السلبيات دون البحث عن شيء إيجابي والإنجاز والاختراع هناك شيء آخر سنتحدث عنه وهو مزيل أو سيارة إزالة الثلج أيضا ضفت لها شيء جميل خبرنا عنها فكرة إزالة الثلوج من الطرقات هي عبارة مثل ما نشوف بالعادة يوجد سيارة أو آلة تقوم بإزالة الثلوج باستخدام الملح نعم يقوم هذا الملح بتذويب هذا الملح ومن ثم يوجد آليات معينة لتقوم هذا الاختراع يقوم عن استغناء عن هذه السيارة بشكل كامل واستخدام تقنيات هيدروليكية وهوائية بأقل تكلفة بأبسط الإمكانيات نستطيع من خلال إزالة الثلوج من الطرقات والاستفادة من المياه المذابة في مشاريع ري في مشاريع الشرب في مشاريع أخرى ننتظر أن نشاهد جميع هذه الاختراعات على أرض الواقع معاذ أنت سوري ولاجئ ومغترب وعديد من الحواجز التي تواجه الجميع في الدولة التركية من أهم يمكن حاجز اللغة كذلك كيف استطاعت فعلا تتغلب على جميع هذه الحواجز والإبداع والوصول لتقديم شيء مفيد لهذا المجتمع بداية مشكلة اللغة كانت عائقة كثير كبير عطاني والدي دفع أنه يعني في عندك لسه فرصة أنك تكمل فشاركت في مركز تعليم اللغة التركية ومن بعد ذلك دخلت إلى الجامعة ومن بعدها انطلقت رحلتي في الاختراعات تدرس باللغة التركية نعم في اللغة التركية ومئة بالمئة لا يوجد أي شيء في اللغة الإنجليزية وتم دمجك في المجتمع هل هناك عقبات واجهتك في هذه الاختراعات طبعا السنة الأولى في الجامعة كانت فعلا مشكلة اللغة لأن مشكلة اللغة التي ندرسها في مراكز التعليم ليست كافية في المراحل الأكاديمية في المراحل الدراسية فوجهت بعض المشاكل وأغلب الطلاب يواجهونها مشكلة اللغة والحمد لله تم تفاديها بس مشاء الله أنت تغلبت على هذه اللغة واستطاعت تحقيق الدراسية رغم الأمور ورغم الغربة ورغم اللجوء إلى بلد مختلف ما هي مشاريعك مهندس معاذية مشاريعك مستقبليا أنت ما شاء الله الآن على بواب التخرج نعم ماذا تنوي أنت فعل إن شاء الله حاليا أقوم على مشروع وهو عبارة عن آلة تقوم في الاستغناء عن الوسائة النقل الموجودة وعدم الدخول في الإزدحام المروري وخاصة مدينة إسطنبول نرى فيها إزدحام ستحل المشكلة لعدد كبير من الأشخاص نعم أريد أن أستعمل هذا الاختراع في المجال الصحي بدل سيارة الإسعاف هذا ما تطمح أن تصل نعم وهو الآن طيد التفكير طيد الإنجاز إن شاء الله جميل يعني فعلا فخورين فيك شكرا مهندس معاد كيفو على هذه الإنجازات الرائعة على هذه الروح المليئة بالأمل والطموح نتمنى لك دائما التوفيق وأن نشاهد هذه الإنجازات على أرض الواقع شكرا لتواجدك معنا يعطيك العافية